الكتاب الذي بين يدي رجال نجاشي هذا هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي مع أنه كتاب صغير كم ذكر من الأسماء العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرها 1269 هذا أهم كتاب رجالي عند مراجع حوزة الطوسي رجال نجاشي ومحمد رضا السيستاني وأبوه والخوعي ومحمد باقر الصدر والذين سبقوه والمعاصرون والذين يأتون كل اعتمادهم في استنباط دينهم على هذا الكتاب إن كان المقام مقاما للتفسير مقاما لاستنباط العقائد والمعارف مقاما لاستنباط الفتاوى والأحكام يعتمدون على تقييمات النجاش اعتمادا كبيرا رجال النجاشي ما هو بكتاب كبير العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرت 1269 اسم نحن كم عندنا من الرواة عدد الرواة عندنا يتجاوز 17 ألف وربما أكثر من ذلك أكثرهم مجهولون أكثر من 17 ألف اسم عندنا عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب الذي هو أهم كتاب رجالي عند مراجعي حوزة الطوسي المشؤومة عندنا أكثر من 17 ألف ألف اسم عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب 1269 الذين وثقوا وثقهم 556 هؤلاء وثقهم ولهذا السبب يعدونه أهم كتاب في كتب الرجال عندهم لأن بقيهة الكتب ما فيها توثيقات بهذا العدد تذكروا من أن عدد الرواد يتجاوز 17 ألف وهذه أكبر كمية من التوثيق 556 هؤلاء وثقهم النجاشي وصفهم بأنهم موثوقون وهناك مجموعة مدحها بمدح قد لا يصل إلى مستوى مدح المجموعة الأولى عددهم 127 المجموع الكل للذين وثقهم وللذين مدحهم 683 كل الأسماء 1269 كل الممدوحين 683 يعني النصف نصف الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب الصغير قد مدح 430 مجهولون لم يمدحوا ولم يقدحوا مجهولون حالهم مجهول لكن لا يعبر عنهم بأنهم مجهولون في الحقيقة هم مجهولون لأنه في الإصطلاح الرجال مجهول له دلالة معينة هؤلاء لم يمدحوا ولم يقدحوا 430 الذين قال عنهم من أنهم ضعفا 131 والذين قال عنهم من أنهم مخالفون مخالفون لمنهج أهل البيت 16 واحد والذين وصفهم بأنهم مجهولون فلان مجهول عددهم تسعة لكن في الحقيقة فإن 430 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا هم مجهولون أيضا لم يمدحوا ولم يقدحوا فهؤلاء يكونون عمليا في خانة المجهول هذه تفاصيل الأعداد في هذا الكتاب الذي عنوانه كما هو معروف رجال النجاش هذا الكتاب له الأهمية الكبرى عند مراجع حوزة الطوسي قطعا له أهمية كبرى أيضا عند محمد رضا السيستاني باعتبار أن الحديث عن منهجيته في التحقيق والبحث في دروسه وأبحاثه وتأليفاته فهو على المنهج الموجود على منهج أبيه وعلى منهج المراجع الذين سبقوا أباه وعلى منهج المراجع المعاصرين وعلى منهج المراجع الذين سيأتون كلهم في الهوى سوى مثل ما يقولون في التعابير الشعبية العراقية واحد تافل بحلق الثاني ومثل ما أقول أنا واحد متغوط بحلق الثاني هذا الكتاب لو كان مهما فعلا لتحدث عنه الطوسي المعاصر للنجاشي فالنجاشي كان معاصرا للطوسي والطوسي عنده كتابان معروفان الفهرست أذا كتابه الفهرست ذكر فيه المؤلفين والمصنفين من الشيعة الذين كانوا في زمان الأئمة أو بعد زمان الأئمة الطوسي في المقدمة تحدث عن كتابين لابن الغضائر لا وجود لهما لا وجود لهما لأنهما أحرق ولم يطلع عليهما أحد ومع ذلك ذكرهما الطوسي في المقدمة هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة مؤسسة هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة ومؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى 1417 هجري قمري قموا المقدسة يقول الطوسي في المقدمة أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيث ورووه من الأصول وما صنفوه من التصانيث ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ولم يتعرض أحد منهم باستفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله هذا هو الذي يقال له الغضائر فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات يعني الكتب والآخر ذكر فيه الأصول والمراد من الأصول إنها الكتب التي ألفت زمان الأئمة بشكل إجمالي واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير أن هذين الكتابين لم ينسخ هما أحد أحد من أصحابنا من علماء الشيعة واخترم هو رحمه الله اخترم مات في شبابه وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين كما هو المعروف من أن بعض ورثته أحرق الكتابين ومن هنا أقول دائما من أن كتاب ابن الغضائر لم يره أحد ما هو الطوسي شيخ الطائفة هو الذي يقول هذا وابن الغضائر كان معاصرا للطوسي فها هو الطوسي يقول من أن كتاب ابن الغضائر هذا الذي يأخذه السيستاني ويدمر به حديث أهل البيت وهو لم يره ولم يره أحد إنما أكاذيب نقلت في الكتب عن أن ابن الغضائر قال هذا في كتابه يأخذها السيستاني من دون أن يرى الكتاب اعتمادا على هذه الأكاذيب كي يقوم بتدمير حديث أهل البيت وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزة الطوسي سود الله تعالى وجوههم في الدنيا قبل الآخرة وهم يقومون بتدمير حديث أهل البيت بهذه الوسائل والأساليب الشيطانية القذرة ويؤلفون الكتب تحت هذا العنوان قبشت من علم الرجال قذارت من علم الرجال وتصنف أطروحات الدكتوراء لقذاراتهم هذه الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني أي فكر الرجال وأية قذارة تتناقض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة هذا هو الطوسي شيخ الطائفة وبعد ذلك هو يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة مؤلفو الشيعة وإن كانت كتبهم معتمدة ومع ذلك فإن الطوسي لم يشر إلى كتاب النجاش هذا لم يشر إلى كتاب وكان معاصرا له الطوسي الطوسي ولادته 385 للهجرة ووفاته 460 للهجرة النجاش ولادته 372 للهجرة ووفاته 450 للهجرة يعني توفي في بغداد 450 للهجرة لا ندري هل انتقل مع الطوسي الذي انتقل إلى النجف سنة 448 النجاش توفي في بغداد 450 للهجرة هل انتقل خلال السنتين إلى النجف أو لا لا علم لنا لا دليل على ذلك الطوسي الطوسي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى النجاش ولا إلى كتابه هو هنا تحدث عن مؤلفي الشيعة وعن كتب الشيعة التي استطاع أن يذكرها في كتابه هذا فلم يتحدث لا عن النجاش شخصا ولا عن النجاش كتابا لم يشر إلى النجاش لا إلى شخصه ولا إلى كتابه هذا أو سائر كتبه الأخرى التي لن تصل إلينا هو تحدث عنها في كتابه هذا النجاش تحدث عن نفسه وعن كتبه فالطوسي في كتاب الفهرست لم يتحدث عن النجاش لا شخصا ولا كتبا بينما ذكر كتابين لابن الغضائر هو لم يرهما مثل ما قال وعمد وعمد بعض ورثته بعض ورثة ابن الغضائر إلى إهلاك هذين الكتابين كتابان لم يرهما الطوسي ولم يرهما غير الطوسي ومع ذلك فإن الطوسي أشار إليهما في المقدمة لماذا لم يشر الطوسي إلى النجاش لم يشر إليه شخصا ولم يشر إلى كتابه الرجال هذا الذي يعده مراجع حوزة الطوسي المشؤومة من أهم كتب الرجال لماذا لم يشر إليه وهو معاصر له بينما النجاش ذكر الطوسي في كتابه ذكر الطوسي وذكر معلفات الطوسي وإن كان ذكر الطوسي في رجال النجاش من وجهة نظري ذكرا مطربا بحسب الطبعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة إنها الطبعة التاسعة ألف أربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري صفحة أربعمية وثلاثة رقم الترجمة ألف وثمانية وستين محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله أبي عبد الله يعني المفيد له كتب منها وقد ذكر كتاب الفهرست هذا الكتاب الذي الشيخ الطوسي لم يذكر فيه شيئا عن النجاش ومن جملة الكتب التي أشار إليها أشار إلى كتاب التبيان في تفسير القرآن هذا الكتاب ألفه الطوسي في أخريات عمره ولذا في هذه النسخة على الأقل حين تحدث الطوسي عن نفسه في صفحة 240 رقم الترجمة 714 ترجمة الطوسي لنفسه لم يشر إلى كتابه التبيان في تفسير القرآن في هذه النسخة وهي النسخة الصحيحة الأصل هناك نسخة أخرى جاء فيها ذكر كتاب التبيان جاء فيها هكذا وله للطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله مستبعد أن يقول عن كتابه هكذا لم يرى مثله وربما يقول ما يدريني ولكن مستبعد مثل هذه العبارة يقولها غيره فلربما جاء أحد ونظر في النسخة فما وجد فيها ذكر تفسير التبيان فألحق هو وقال ولم يرى مثله وقال ولم وقال لم يرى مثله في نسخة أخرى في الحاشية أشير إليها جاء فيها وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله مستبعد أن طوسي يقول عند ذكر كتابه هكذا لم يرى مثله وهذا تردد في نسخ الفهرست لم يرى مثله في كتب الطوسي هذا يعني أن الكتاب قد عبث به الكتب قد عبث بها وهذا الكتاب مضطرب كما أن رجال النجاش مضطرب ترتيب الأسماء فيه ليس دقيقا بحسب ترتيب حروف المعجن هي حوزة فوضوية وهم مراجع فوضويون وكتبهم فوضوية هذا مع أن هذه الكتب قد حققت ونقعت وطبعت طباعة حديثة ومع ذلك هي فوضوية عورات مراجع حوزة الطوسي لها أول وليس لها آخر هذه الكتب مزبلة مزبلة وعلى هذه المزبلة أسس ديننا أسس دين حوزة الطوسي وبهذه المزبلة حرف دين محمد وآل محمد هذه الكتب مزبلة مزبلة بتمام معنى الكلمة كتب محرفة وفوضوية وغير منسقة مع أنهم نسقوها وبذلوا غاية المجهود في ترتيبها وتحسينها وتجميلها أتحدث عن مؤسسات التحقيق والطباعة ولكنها مع ذلك بقيت فوضوية ليست مرتبة وليست مناسقة قارنوا بين هذه الكتب وبين كتب المخالفة وبين فهرست بن النديم الذي ألف قبل هذه الكتب وهم يقلدونه ولكن أي تقليد عودوا إلى فهرست بن النديم وهو كتاب كبير كبير جدا لاحظوا كيف بوابه وكيف فهرسه وكيف نظمه فجاء منظما ودقيقا ومرتبا إنه من المخالف أما كتب هؤلاء الغبران فهي مضطربة غير مرتبة مع أن مؤسسات الطباعة والتحقيق رتبت ما رتبت منها وحاولت أن تستر عوراتها وأن تغطي عيوبها ولكن القذارة هي القذارة على أي حال الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر إلى النجاش لا شخصا ولا كتبا ولا أشار إلى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد مع أنه هو في المقدمة كان مهتما بالكتب التي تجمع أسماء أسماء المؤلفين وأسماء معلفاتهم فما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد هذا يعني أن الكتاب ليس مهما لو كان لو كان مهما لأشار إليه الطوسي مثلما أشار إلى بقية الكتب وإنما وضعت له الأهمية بعد ذلك الذي وضع الأهمية لهذا الكتاب العلامة الحلي وابن داود الحلي هذان اللذان وضع الأهمية لهذا الكتاب وهما اللذان حرف عنوان الكتاب الكتاب عنوانه الفهرست وليس الرجال وحينما نقول فهرست يعني أن الكتاب ما هو بكتاب الرجال العلامة الحلي ابن داود الحلي هما الذان حرف عنوانه هذا الكتاب وسأحدثكم عن العلامة الحلي إذن الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد النجاشي ذكر الطوسي لكنني أجد الكلام مضطربا لأن الطوسي في الفهرست وفي النسخ الصحيحة لم يشر إلى كتابه التبيان في تفسير القرآن وفسره في أخريات عمره بينما النجاشي الذي توفي سنة 450 وقد ألف هذا الكتاب قبل وفاته هو توفي سنة 450 بينما الطوسي توفي سنة 460 وانتقل من بغداد إلى النجف سنة 448 من القرائن تفسير التبيان ربما بدأ به حينما كان في بغداد من القرائن أتمه في النجف ولذا لم يذكر تفسيره التبيان في قائمة مؤلفاته قد ذكر كل مؤلفاته فلم يذكر تفسيره التبيان في الفهرست في نسخة ومن خلال الكلام والتعبير لم يرى مثله قرينة واضحة على أن شخصا هو غير الطوسي ألحق هذه الجملة بكتاب الفهرست وألحق الجمل أخرى هذه الكتب محرفة محرفة بتمام معنى التحريف كتب الطوسي كلها مضطربة كلها مضطربة عنده كتاب آخر أيضا الطوسي رجال الطوسي هو عبارة عن قائمة لذكر الأسماء ليس في هذا الكتاب من توثيق ولا تضعيف إلا بشكل محدود جدا العدد الكلي العدد الكلي في هذا الكتاب ستالاف أربعمية وتسعة وعشرين اسم الذين وثقهم مية و سبعة وخمسين من مجموع ستالاف واربعمية وتسعة وعشرين الذين ضعفهم ثلاثة واربعمية مذاهب مختلفة مية وثمانية وعشرين مجاهيل خمسين خمسون الباقون ستالاف وواحد وخمسين ليس هناك من معلومة عنه فهل هذا كتاب في علم الرجال هذه لستة لستة أسماء ليس إلا وحينما يأتي الخوئي أو غير الخوئي يؤلفون في علم الرجال وذكره الطوسي في أصحاب الباقي ذكره جعله اسما في اللستة في القائمة وماذا قال عنه لم يقل عنه شيئا فهل الطوسي من علماء الرجال إذا أنا من علماء الرجال لماذا من مجموع ستالاف واربعمية وتسعة وعشرين ستالاف وواحد وخمسين لا يعرف عنهم شيئا أي علم هذا آيات القرآن واضحة هذا جهل وجهالة أي علم هذا وحتى هذه المعلومات من أن الثقات مية وسبعة وخمسين والضعاف ثلاث واربعين ومن المذاهب المختلفة مية وثمانية وعشرين ومن المجاهيل خمسين حتى هذه المعلومات ليس لها من مصدر هو لا يقول لنا من أين جاء بها ليس لها من مصدر هذا هو علم الرجال جهل في جهل في جهل جهالة في جهالة في جهالة وبهذا يدمرون حديث أهل البيت بهذه القذارة ومن هذه القذارة يؤلف لنا محمد رضا السستاني قبسة من علم الرجال ومن هذه المزبلة تؤلف أطروحات الدكتورة هذا هو واقع النجا وهذا هو واقع حوزة الطوسي إنها مزبلة في مزبلة في مزبلة وقذارة في قذارة في قذارة جهل وجهالة منطق القرآن الآيات قرأتها عليكم تدبروا فيها لا يجوز استعمال علم الرجال بأي وجه من الوجوه لتقييم حديث أهل البيت القرآن يقول فتبينوا فتبينوا كيف نتبين يا آل رسول الله التبين بالعرض على القرآن وكيف نفقه القرآن وفقا لمواثيق بيعة الغدير أن نأخذ بتفسيرهم أن نمتلك مفاتيح القرآن منهم كلامكم نور من هذا الكلام النوري كي نفتح الخزائن خزائن القرآن كي نصل إلى الحقائق هذا هو منهج العترة الطاهرة أما هذا منهج إبليس هذه الكتب كتب النجاشي وكتب الطوسي هذه كتب إبليس هذه كتب شيطانية صرفة قذارة في قذارة في قذارة أي رجال هذا رجال الطوسي 6429 عنوان 6051 هو لا يعرف عنهم شيئا وحتى هذه الأعداد القليلة ثقات 157 ضعاف 43 مذاهب مختلفة 128 مجاهيل يعني قال عنهم مجهول 50 حتى هذه الأرقام المعلومات التي ذكرها ليس لها من مصدر لا ندري من أين جاء بها قسم هذا الكتاب إلى أبواب أصحاب النبي أصحاب الأمير ولم يشر إلى أصحاب الزهراء الذين رووا عن الزهراء وعندنا روايات ليست قليلة رويت عن الزهراء لم يذكر لم يذكر الرواة الذين نقلوا لنا أحاديث الزهراء فقفز من رواة حديث أمير المؤمنين إلى رواة حديث إمامنا الحسن وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري ثم فتح بابا باب ذكر أسماء من لم يروي عن واحد من الأئمة إنهم محدثو الشيعة بعد عصر الأئمة في هذا الكتاب أيضا لم يشر الطوس إلى النجاش لم يشر إلى شخصه ولم يشر إلى كتابه ماذا نفهم من ذلك وقد أشار إلى الكثير من الأسماء ممن هم نقلوا الحديثة ولكن لم ينقلوا الحديثة عن الأئمة إنهم من علماء الشيعة من محدثي الشيعة بعد عصر الأئمة صلوات الله عليه الطوس لم يشر إلى النجاش ولم يشر إلى كتاب النجاش الرجال في كتابه هذا رجال الطوس مع أنه وضع بابا لعلماء ومحدثي ومصنفي الشيعة ممن جاءوا بعد عصر الأئمة وذكر الكثيرين منهم لكنه لم يشر إلى النجاش لا من قريب ولا من بعيد هو لم يعتبره من رواة الحديث ما بعد عصر الأئمة ولم يعتبره من مؤلفي الشيعة ومن مصنفي الشيعة لذا لم يشر إليه في كتابه هذا ولم يشر إليه في كتابه هذا الفهرست مع ملاحظة أن الكتابين في حالة اضطراب حتى في ترتيب الأسماء بحسب حروف المعجة وهذا يكشف عن فوضوية الطوس وعن فوضوية ولده من بعده لو لم يكن ولده من بعده فوضويا لرتب كتب أبيه لكنه كان جاهلا جاهلا بالمطلق لا يفقه شيئا وصار مرجعا صار مرجعا لشيعة إلى ما يقرب من ستين سنة وهو جاهل لا يفقه شيئا ما هم الشيعة عمير عمير يركب عليهم هؤلاء المراجع أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لها أخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباردة واحد من الأعلى أخبر خمسة قال يلا مستعجب مستعجب تركب يعني خلاقه أغميش فيني في مراجع خلاقه أغميش جميع بغلب وكان حرف السنو فقوش ديخ عرف فقوش ونص عباس كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرف قال تركب مثل ما تركب نعم وغير ديخ ومش أخبر لا مو علم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة صار واضحا لدينا أولا رجال النجاشي الذي هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي عند مراجع حوزة النجف وكربلا هو كتاب صغير ذكرت ذكرت لكم أعداد الرواة الذين جاءوا في هذا الكتاب وفي الحقيقة هو لم يتحدث عن رواة هو تحدث عن مؤلفين فعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب عدد قليل مثلما قلت لكم المجموع الكلي ألف وميتين أو تسعة وستين أسم هذا هو المجموع الكلي لعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب هذا هو أهم كتاب عند مراجع النجف وكربلا في علم الرجال مؤلف هتوف في سنة أربعمية وخمسين للهجرة هذا الكتاب عدد الأسماء فيه قليل ألف وميتين أو تسعة وستين أسم معاصره الطوسي لم يشر إليه لا في كتابه الفهرست الذي هو مخصص لذكر الكتب وخصوصا لمثل هذا الكتاب الطوسي لم يشر إلى شخص النجاشي ولا إلى كتابه لا في الفهرست ولا في كتابه الرجال هذا يدل على أن النجاشي ليس شخصية مهمة وهذا يدل على أن كتابه ليس كتابا مهما بينما هو النجاشي ذكر الطوسي وامتدحه وذكر كتبه وإن كنت أشكل على الكتب التي ذكرت فإنني أقطع من أن أحدا حرف في المعلومات التي ذكرت بخصوص الطوسي في هذا الكتاب أقطع من خلال القرائن هناك العديد من القرائن ولو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع فإنني أستطيع أن أفصل القول في ذلك وآتيكم بالكتب وآتيكم بالشواهد وبتلك القرائن هذا الكتاب مطبوع على غلافه الخارج رجال النجاشي إذا فتحنا الصفحة الأولى أيضا بخط كبير رجال النجاشي ولكن بطباعة صغيرة فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي تدليس حوزوي خبيل على الغلاف الخارجي رجال النجاشي في داخل الكتاب على الصفحة الأولى وبكتابة صغيرة فهرست هذا هو الاسم الحقيقي للكتاب الفهرست لكنهم زوروه فقالوا رجال النجاشي حتى يكون كتابا رجاليا لأن الفهرست ما هو بكتاب رجالي يعني أن المؤلف ليس مهتما بالمعلومة الرجالية وإنما هو مهتم بذكر أسماء الكتب والمؤلفين هذا هو المراد من الفهرست فهم زوروا الكتاب حرفوه حولوه من فهرست إلى كتاب رجال فعلى الغلاف الخارجي رجال النجاشي في الداخل وبطباعة صغيرة فهرست أسماء مصنفي الشع المشتهر برجال النجاشي كيف اشتهر بهذا الاسم وهو كتاب فهرس ما هو بكتاب رجال زوره مراجع الشيعة الأجلاء زوروه لاحظوا المقدمة هذه مقدمة النجاشي نفسه الرجل لم يقل إن كتابه كتاب الرجال هكذا جاء في المقدمة أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف البعض يقول من أنه المرتضى وربما هو كذلك لأنه وصفه بالشريف في الثقافة الشيعية الهاشميون لا يوصفون بهذا الوصف هذا الوصف وصف عباسي مثل ما يقال أيام البعثيين الرفيق أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه فهذا يعني إذا كان المراد هو الشريف المرتضى الرفيق العباسي المرتضى إذا كان هو المراد هذا يعني أن النجاش ألفه أيام المرتضى والمرتضى توفي سنة 436 للهجرة حيث بدأت مرجعية الطوس في بغداد فالكتاب إذن يعرفه الطوس إذا كان المراد من السيد الشريف هنا المرتضى فالكتاب إذن معروف للطوس وقد ألف قبل زمن ما هو بزمن قريب بزمن بعيد نسبيا على أي حال نحن والمقدمة أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين المشكلة دائما عند علماء الشيعة هي هذه هم حائرون في قضية ماذا يقول المخالفون عنا فيؤلفون وفقا لهذه الغاية فتأتي مؤلفاتهم سخيفة قذرة وسخة هم لا يؤلفون لأجل محمد وآل محمد هم يؤلفون لأجل أن يقنع المخالفين إذن أين دينكم الذي يجب عليكم أن تبحثوا عنه أين عقائدكم هل أمركم الأئمة أن تفعلوا ذلك أم أنهم أمروكم أن تتدبروا قرآنهم وفقا لموازينه وأن تفهموا حديثهم وفقا لقواعده القرآن يقول لكم لا تعبأوا برواة الحديث إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بسند الحديث عودوا إلى المتن وتبينوا من خلال القرآن وفقه القرآن من خلال مواثيق بيعة الغدير هذا هو دين العترة وليس هذا الهراء من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف ليس لكم من مؤلفين هذه المشكلة التي تقض مضاجع هؤلاء نحن ماذا نصنع بالمؤلفين إذا كان الأئمة قد أمر أصحابهم أن يجمع الحديث لنا وعلمونا قواعد الفهم بس هذه الدودة شغالة شغالة عند المراجع يريدون أن يقند المخالفين بالضبط مثل ما فعل الطوسي في كتابه المبسوط وقال ما قال مبينا أذيته من الشيعة أنهم يتمسكون بألفاظ أحاديث أهل البيت وهذا السافل كذاك السافل سأثبت لكم سفالة النجاشي وبالتالي فإن مراجع النجف وكربلاء يأخذون من هذا السافل من هنا أصفهم بأنهم سفل بحسب موازين أهل البيت سأثبت لكم أن النجاشية هو من أسفلي أسفلي أسفل السفلة بحسب موازين أهل البيت وأنتم بعد ذلك أعرفوا سفالة المراجع الذين تقلدونهم لأنهم يبنون دينكم على أقوال هذا السافل والذي يبني دينه على أقوال أسفل السفلة هو أسفل من ومن هنا أصفهم بالسفلة الأئمة هم الذين يصفونهم أنا لا قيمة لي ولا مقام لي أن أصف أحدا من الناس بهذا الوصف هذا وصف الأئمة لهم وسأبين لكم ذلك من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف أو ولا مصنف مصنف يعني تأليف وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخباره ولا عرف منازلهم وتأريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا ولا لقي أحدا فيعرف من ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف أو ولا عرف وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته وقد وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر هدفه الكتب يقول قدمت هذه المقدمة كي أعتذر للذين عندهم كتب وما ذكرتها لأنني لست عارفا بها فهمه الأول وأخير هو ذكر المؤلفين وذكر مؤلفاته لأن السبب الذي حركه هو هذا من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف ولا مؤلف أو ولا مصنف ولا مؤلف المعنى واحد بالنتيجة إذا كان هناك مصنف يعني هناك مصنفات هناك كتب وإذا بالنتيجة إذا كان هناك مصنف فيعني هناك مصنفات هناك كتب و إذا كان هناك مصنف يعني كتاب فهذا يعني هناك مصنفون يعني مؤلفي و قد جمعت من ذلك ما استطعته و لم أبلغ غايته لماذا لعدم أكثر الكتب لم أستطع أن أصل إليها و إنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر و قد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لسم مخصوص منها و ها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف في التأليف من سلفنا الصالح و هي أسماء قليلة و من الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن أي فن في فن الفهرسة ذكر الكتب و ذكر المؤلفي على أن لأصحابنا رحمهم الله على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ما رسمه هذا الفن من أن تذكر كل الكتب و أرجو أن يأتي في ذلك على ما رسمه و حد إن شاء الله تعالى و ذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغراط يعني أن هذا الكتاب ما هو بكتاب رجالي و لذا لم يهتم بالطرق التي توصله إلى رواة الحديث و إنما كان مهتما بذكر الكتب و المؤلفين و ذكرت لرجل طريقا واحدا لكل مؤلف حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغراط لأن غرط الكتاب هو الفهرسة و ما هو بكتاب لذكر الرواة وتقييمه و ذكر الطرق إليه كلامه واضح و واضح جدا و اسمه الفهرست الدليل الذي يدل على أن اسمه الفهرست قبل العلامة الحلي و ابن داود الحلي حينما يذكر هذا الكتاب يقال له الفهرست و لاحظوا غباء مراجع الشيعة المزورين زوروا العنوان في بداية الكتاب الكتاب يتألف من جزئين الجزء الثاني في النسخ الموجودة القديمة لا زال عنوانه الفهرست و لذا حينما طبعوه كتبوا هكذا الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة هل رأيتم كتابا واحدا في موضوع واحد يكون الجزء الأول له عنوان و الجزء الثاني له عنوان أخر في موضوع واحد و هو مستمر في نفس الترتيب هذا هو الدليل الباقي هذا بالضبط كيافطة يا زهراء في مؤسسة الكوثر التي عرضتها عليكم في هذا البرنامج مؤسسة الكوثر السيستانية التي تقام فيها الحفلات الغنائية الراقصة الماجنة و في أيام شهادة الزهراء وبقيت يافطة تشير إلى ظلامة فاطمة في وسط الحفلة الراقصة الماجنة و قد عرضت الفيديو و عرضت الوثائق عليكم في حلقات سابقة فبقيت يا زهراء بقيت دليلا صارخا هذا العنوان أيضا هو دليل على تزوير مراجع حوزة الطوسي و لذا تجدون على الغلاف رجال نجاشي كذبون كذبون العنوان الحقيقي لا زال موجودا في الجزء الثاني الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة و ما أدركنا من مصنفاتهم و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قيل في كل رجل و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم هذه العبارة كاذبة هذه أضيفة أضيفة من مراجع الشيعة المزورين كي يظهر أن الكتاب رجالي الدليل على أن هذا الكلام كذب هو ما ذكرته لكم عدد الأسماء 1269 الذين مدحوا 683 النصف الذين لم يمدحوا و لم يقدحوا 430 المجهولون 9 فكيف يقول و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم وهذا العدد الهائل بالمئات لم يتحدث عنه لا بمدح أو ذم بينما هو ذكر أسماءهم و كناهم مثل ما جاء في هذا السطر و ما أدركنا من مصنفاتهم و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم هذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه على الكتاب فهو لا ينطبق على الكتاب إلا إذا ذكره المؤلف و يقصد من ذلك ما يستطيع أن يذكره لكن العبارة واضحة و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم و هذا لم يتحقق في الكتاب مثل ما زوروا العنوان زوروا هذه الجملة مراجعنا مزورون غشاشون كذبون هذه هي الحقيقة هذا العلامة الحل في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال و هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة العلامة الحل توفي سنة سبعمية و ستة و عشرين للهجرة هذه الطبعة الرابعة ألف و أربعمية و واحد و ثلاثين هجري قمري قموا المقدسة إذا ذهبنا إلى صفحة اثنين و سبعين و إلى رقم الترجمة مية و ثمنتعش إنه يترجم للنجاش أحمد ابن علي إلى آخره النجاش ماذا يقول العلامة الحل و كان أحمد يكنى أبا العباس رحمه الله ثقة ثقة معتمدا عليه عندي و ربما تقرأ ثقة معتمد عليه عندي له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا و غيره أشياء كثيرة له كتاب الرجال هو النجاش نفسه النجاش نفسه حينما تحدث عن نفسه و عن كتبه لم يقل من أن له كتابا اسمه كتاب الرجال و إنما قال هكذا من أنه مصنف هذا الكتاب و لم يقل بأن الكتاب هذا عنوانه الرجال و إنما مثل ما جاء في المقدمة و ما جاء في عنوان الجزء الثاني من أنه الفهرست و هذا هو المعروف فهرست النجاش العلامة الحل هو الذي أعطاه هذا العنوان و كان أحمد وهو أحمد النجاش يكن أبا العباس رحمه الله المفروض ثقة و كان أحمد يكن ثقة هذا خبر ثاني على أي حال ثقة معتمد عليه عندي له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا و غيره أشياء كثيرة فهذا هو الذي أعطى ل فهرست النجاش هذا العنوان و أيضا ابن داود هو معاصر له معاصر للعلامة ابن داود الحل أيضا سمى كتاب النجاش الفهرست بالرجال فهذان العلمان هما الذان زور عنوان الكتاب الذي يفترض بالعلامة الحل أن يقول له كتاب الفهرست و أنا أعتمد عليه في التقييمات الرجالية لأنني أثق بتقييماته الذي الذي يفترض فيه إذا كان أمينا أن يقول هذا الكلام لا أن يزور المعلومة فيصبح كتاب في الفهرست يصبح كتابا رجالية الطوسي الذي عاصره لم يكن يعبأ به وإلا لذكره في أحد كتابيه على الأقل إما في الفهرست وإما في الرجال الذي جعل لكتاب النجاش هذه الأهمية من هو العلامة الحل العلامة الحل هو الذي جعل لفهرست النجاش الذي هو كتاب فهرس وما هو بكتاب رجال جعل له هذه الأهمية ومثل ما قال من أنه نقل منه أشياء كثيرة من هذا الكتاب العلامة الحل وما له من تأثير في أيامه ولطول فترة مرجعيته الصنمية التقديس وإلى يومنا هذا فزور عنوان الكتاب وتحول الكتاب من كتاب فهرسة إلى كتاب في علم الرجال وصار الكتاب الأول عند مراجع حوزة الطوسي أنا قرأت عليكم المقدمة وقرأت عليكم عنوان الكتاب في الجزء الثاني في هذه الطبعة نفسها فهم وضعوا تزوير العلامة الحل على الغلاف رجال النجاش إذا ما ذهبنا إلى النجاش نفسه وهو يتحدث عن نفسه صفحة 101 رقم الترجمة 253 فأرجع نسبه إلى إلياس ابن مضار ابن نزار إلى عدنان وقال عن نفسه مصنف هذا الكتاب الفهرست ثم ذكر مؤلفاته لا يوجد في مؤلفاته ما يشير إلى أنه من علماء الرجال قال عن هذا الكتاب فقط مصنف هذا الكتاب وهذا الكتاب من خلال عنوان الجزء الثاني الذي لم يزور لحد الآن هو فهرست ومن خلال المقدمة هو فهرست ومن خلال القدماء الذين أشاروا إليه قبل العلامة الحل قالوا عنه فهرست بقية كتب النجاش له كتاب الجمعة وما ورد فيها من الأعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم هو يقول من أنه من أحفاد هذا أحفاد نصر بن قعين هذا كيف يعمل بالجاهلية أو ما أدري كيف يعمل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين هذه اهتماماته اهتماماته بالأنساب والعشائر والقبائل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب ما هم العرب كانوا من علماء الفلك خرافات أساطير هذه كتبه هذه الكتب لا تدل على أنه عالمون محققون على أنه رجالي على الأقل بمقاييس المخالفين ما عنده كتاب في الرجال هذه كتبه هكذا يضحك علينا هذه كتب مزبلة ولذلك أطوسي ما ذكره ولا ذكر كتابه لأن كتابه لا قيمة له هذا الكتاب جعلت له قيمة لأن فيه بعض التوثيقات ومراجع الشيعة ما عندهم من كتب رجال وهم يريدون أن يكون كالنواصب النواصب عندهم كتب رجال وهؤلاء يريدون أن يصبح مثلهم هو حتى النجاشي نفسه لقد ألف هذا الكتاب انطلاقا من تعيير المخالفين لهذا السيد الشريف الرفيق هل هو المرتضى أم غير المرتضى بالنتيجة هو سيد شريف من عملاء العباسيين ولذا يلقب بهذا اللقب فهذه مؤلفات النجاشي له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب وانتهينا هذه كتب النجاشي بحسبه هو هو تحدث عن نفسه وتحدث عن مؤلفاته هذه الكتب لا تدل على أنه من رواة الحديث لا تدل على أنه من الفقهاء لا تدل على أنه من علماء الرجال ولا تدل على أنه من كبار علماء الشيعة كتب قليلة موضوعاتها بسيطة وهو رجل مهتم بنسبه العشائر وأما هذا الكتاب فإنها خرافات العرب وهذه الكتب بالمناسبة لم يصل منها كتاب أصلا لأنها لا قهمة لا فقط هذا الفهرست وصار الاهتمام به من قبل العلامة الحلة وصار كتابا في الرجال وبهذا دمروا أحاديث أهل البيت هذه هي حقيقة حوزة النجا هذا الكتاب هذا الكتاب نسخه مختلفة هناك نسخ مختلفة لهذا الكتاب الرجل نفسه المؤلف نفسه في نسخة يكون موثقا وفي نسخة ليس موثقا فعلى أي نسخة سيعتمد لأن النسخة الأصلية المخطوطة التي كتبها المؤلف ليست موجودة لا وجود لها أبدا ولا توجد أيضا نسخة نقلت عن تلك النسخة أيضا لا وجود لها فنسخة المؤلف ليست موجودة ولا توجد عندنا نسخة نقلت بشكل مباشر عن نسخة المؤلف أكانت قراءة يعني أن المؤلف قرأها على أحد وذلك الذي قرأت عليه كتبها وبعد ذلك أيدها المؤلف ما هم هكذا يفعلون عند النواصب وهؤلاء يقلدون النواصب ولا توجد نسخة لشخص استنسخها بقلمه ويده إذن لا توجد النسخة الأصلية ولا توجد نسخة أخذت عن النسخة الأصلية لا قراءة ولا كتابة لا توجد نسخة مميزة النسخ متساوية في الفوضوية وفي التحريف والتناقضات فعلى أي أساس تقدم هذه النسخة على تلك وهذه النسخة توثق الرجل وتلك لا توثقه دعكم من هذا السؤال هل أن مراجع الشيعة عندهم طريق إلى هذا الكتاب إلى المؤلف ليس هناك من طريق يؤدي إلى المؤلف أو من طريق يؤدي إلى هذا الكتاب إنني أتحدث عن طريق صحيح بحسب موازين الرجاليين أنا لا أؤمن بهذا الهراء ولكنني أناقشهم بهرائهم ما هم هكذا يدمرون حديث أهل البيت تلاحظون أن الكتاب مزور في عنوانه فحينما يزور في عنوانه يمكن أن يزور في أي موضع آخر وقد جئتكم بما ذكره عن الطوسي والطوسي ألف كتابه التبيان في أخريات عمره فكيف ذكره النجاشي والنجاشي توفي سنة 450 والطوسي توفي سنة 460 هناك عبث موجود وسآتيكم بمثال آخر أقوى من هذا العبث ولكن بالتسلسل شيئا فشيئا نسخ متعددة متناقضة متضاربة فعلى أي نسخة يعتمدون الأنكى من هذا نحن لا نعرف مصادر النجاشي لأن النجاشية لم يذكر مصادره ينقل الكلام من دون مصادر تلاحظون بأي وسيلة دمر حديث أهل البيت الكلام المذكور في هذا الكتاب لا نعرف مصادره النجاشي يمدح ويقدح من دون مصادر لا يذكر لنا من أي نجاء بهذه المعلومات فكيف يعتمد على كلامه سيصبح راوية فلماذا نأخذ كلامه راوية لما يقال عن الرجال كي نحكم به على راوية يروي الحديث ما هذا راوية يروي الحديث مع أن الحديث بالإمكان أن نتأكد من متنه فتبين لكن كلام النجاشي كيف نتأكد من صحته أو عدم صحته لا توجد قاعدة معلومات فإن النجاشية ينقل الكلام من دون ذكر المصادر لا نعرف مصادره مصادر هذا الكتاب ليست معروفة لا نعرفها وحتى ما أشار إليه من بعض المصادر هذه المصادر ليست موجودة الآن ربما أشار في حالات إلى بعض المصادر فهذه المصادر ليست موجودة الآن ليست بين أيدي إذن كيف نعتمد على كلامه هذا إذا سلمنا أن الكتاب رجالي الكتاب ما هو بكتاب الرجالي هو فهرست لاستقائمة يعدد أسماء المؤلفين وأسماء الكتب أما ما ذكر من مدح أو قادح فهو من خلال ما يسمع من خلال ما يقرأ لا من خلال خبرته الرجالية فما هو برجالية لا يوجد دليل على أنه رجالي لا في كتبه ولا في هذا الكتاب الذي هو أساسا فهرست ولا تحدث عنه معاصره الطوسي لا في الفهرست ولا في الرجال فمن أين صار رجالية ونحن لا نعرف مصادره والنسخ متناقضة ولا يوجد طريق صحيح عند مراجع النجف وكربلاء إلى النجاش أو إلى كتابه إذن كيف يعتمد هذا الكتاب ومع ذلك لاحظوا أدل دليل على أن الكتاب قد تعرض للتحريف ولتحريف كبير صفحة أربعمية وأربعة رقم الترجمة ألف سبعين محمد ابن الحسن ابن حمزة تحدث عنه ماذا قال النجاش عن مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره متى توفي في يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان سنة أربعمائة وثلاث وستين ودفن في داره أدري النجاش طلع من قبره ممات سنة أربعمائة وخمسين طلع من قبره وإجه حضر في تشييع محمد ابن الحسن ابن حمزة شلون حضر في دفنه وهو متوفي سنة أربعمائة وثلاثة وستين والنجاش ميت سنة أربعمائة وخمسين طبعا بعض المراجع الأغبياء ماذا قالوا قالوا لا هذا توفي سنة أربعمائة وثلاثة وثلاثين من دون دليل لأجل أن يتخلص من هذا الإشكال ما هذا الرجل ذكر في كتب التأريخ ومن أن وفاته بهذا التأريخ فماذا تصنعون بها لاحظوا كيف يضحكون عليكم أنا لست في مقام التفصيل وإلا آتيكم بكتبهم وأسمائهم وآتيكم بأكاذيبهم هؤلاء السفلة من مراجعي حوزة الطوسي لأجل ترقيع هذا الموضوع قالوا من أن محمد ابن الحسن ابن حمزة توفي سنة أربعمائة وثلاثة وثلاثة هو المكتوب في الكتاب أربعمائة وثلاثة وستين والموجود في كتب التأريخ الأخرى التي ذكرت وفاته ذكرت من أنه توفي في نفس هذا التأريخ أربعمائة وثلاثة وستين إذن النجاشي خرج من قبره أخذ لإجازة ويبدو هذا الشخص عزيز عليه وإجاء حضر في دفنه شو تقولون أنتم هذا يعني أن الكتاب قد عبث به ومن هنا قلت لكم هذا الكلام الذي ذكر في مقدمة الجزء الثاني وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم المدح والقدح ليس من النجاشي أضافوه مثل ما أضافوا هذا أضافوه وأضافوا هذه الجملة لأننا إذا قرأنا في المقدمة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد من أنه سيتحدث عن مدح وقدح لكل رجل من الرجال هكذا قال وقد جمعت من ذلك ما استطعته من أسماء الكتب والمؤلفين ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب إلى أن يقول وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة من سلفنا الصالح مدح مجموعة قليلة ولم يشر بعد ذلك إلى أنه سيمدح ويقدح الذين سيذكرهم من المؤلفين وإنما مدح قلة قليلة فقط وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة أما هذه الجملة وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذام هذا من تحريف مراجع حوزة الطوسي وهم أضافوا المدح والقدح قطعا يكون هذا عبر العصور وهذا التحريف بدأ بعد حرق المكتبات الشعية في بغدار ويبدو أن هذا بتخطيط كان ومباشرة انتقل الطوسي إلى النجف كي يعيد كتابة الكتب التي أحرقت وحرفوا ما حرفوا فيها التحريف بدأ منذ ذلك الوقت أنا لا أتحدث عن تحريف في زماننا أنا أتحدث عن تحريف بدأ منذ أن أسست حوزة التحريف وحوزة الدجل وحوزة الضلال التي لا زالت على دجلها وضلالها هذه الكتب وأطروحات الدكتوراه وأمثال ذلك فهذا ابن حمزة مات في سنة 463 فكيف حضر النجاشي في موته ودفنه في داره والنجاشي مات سنة 453 إذن هذا الكتاب قد عبث به عبث به تلاحظون المهزلة إنها مهزلة في جميع الاتجاهات أما قولي أنه سافل فدليله هو هذا في أحاديث أهل البيت في أحاديث أهل البيت في الكافي وغير الكافي عندنا روايات يحدثنا أصحاب الأئمة من أنهم يسألون الأئمة هل نحدث بتفسير جابر إنه جابر ابن يزيد الجعفي له تفسير عظيم تفسير كبير ضيعوه ليس موجودا الآن ما هو مطبوع الآن بعنوان تفسير جابر هناك من جمع بعض الأحاديث التي انتشرت في كتب الحديث التي جاءت مروية عن جابر الجعفي في تفسير بعض الآيات القرآنية جمعوها في كتاب وطبعوه وكتبوا عليه تفسير جابر وإلا فإن تفسير جابر الأصل ليس موجودا بين أيدينا وهو في الحقيقة ما هو بتفسير لجابر إنه تفسير إمامنا الباقر الذي أملاه على جابر فجابر هو ناقل لتفسير إمامنا الباقر وهذا التفسير هو تفسير الرجعة معظم ما فيه عن الرجعة لأن القرآن تحدث كثيرا عن الرجعة التي ينكرها مراجع حوزة الطوسي سود الله تعالى وجوههم ما تركوا شيئا من ثقافة العترة إلا أنكروه إلا سفهوه إلا ضعفوه هؤلاء السفلة فأصحاب الأئمة من بعد الباقر صلوات الله عليه يسألونهم يسألون الإمام الصادق والأئمة من بعد الإمام الصادق صلوات الله عليهم هل نحدث الشيعة بتفسير جابر الأئمة يمنعونهم يقولون لهم لا تحدث السفلة بتفسير جابر إنهم سفلة الشيعة لا تحدث السفلة قطعا فإن أصحاب الأئمة لا يريدون أن يحدثوا النواصب بأحاديث جابر في الرجعة وإنما يحدثون الشيعة بأحاديث جابر التي هي أحاديث الباقر صلوات الله عليه فالأئمة كانوا يقولون لهم لا تحدث السفلة بأحاديث جابر لماذا يقولون لأنهم يوبخون جابرا سيستهزئون به لأنهم سيشنعون على تفسير جابر لأنهم سيذيعونه بين الناس وهذا يؤدي إلى السخرية من جابر ومن تفسير جابر الأئمة يصفون الأئمة يصفون الذي يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر بأنه من سفلة الشيعة فيقولون لأصحابهم لا تحدث السفلة لا تحدث سفلة الشيعة بحديث من تفسير جابر لأنهم يوبخونه لأنهم يشنعون عليه لأنهم سيذيعونه بين الناس ويكون ذلك سببا للسخرية من تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر أو أنهم سيسخرون من جابر من حامل أسرار أهل البيت صلوات الله عليه نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الخائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلف فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينه وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواق المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواق وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة الذي يستهزئ أو ينكر أو يرد على حديث واحد من تفسير جابر وهو تفسير ضخم جدا كبير جدا كان كان موجودا زمان الأئمة الذي يرد على حديث واحد من تفسير جابر مستهزئا منكرا له أو أنه يستهزئ بجابر بسبب حديث واحد فإن الأئمة يصفونه بالسافل ويصفون الشيعة الذين حالهم هذا بالسفلة تعالوا معي إلى النجاشي النجاشي صفحة 128 رقم الترجمة 332 جابر ابن يزيد الجعفي أولا ماذا قال عن جابر وكان في نفسه مختلطا جابر وكان في نفسه مختلطا أي أن عقيدته ليست صافية أي أن عقيدته ليست نقية عقيدته جماع ما بين الحق والباطل قد اختلط عليه الأمر وكان في نفسه مختلطا بعبارة أخرى عقيدته فاسدا هذا شخص جابر أما تفسيره له كتب منها التفسير وعدد كتبا أخرى في آخر الكلام صفحة 129 وغيرها وغيرها وغير هذه الكتب وغيرها من الأحاديث والكتب وذلك موضوع موضوع يعني أنه مكذوب على الأئمة بالضبط مثل ما قال الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنه تفسير موضوع مكذوب على الإمام الحسن العسكري فهذا النجاشي أولا وصف جابرا بالضلال وبوصف قبيح وكان في نفسه مختلطا إنه يستهزئ بجابر ثم أنكر التفسير بكامله وأنكر كل كتب جابر التي هي أحاديث أهل البيت طبقوا القاعدة التي ذكرتها لكم والتي جاءت في العديد من أحاديثهم ورواياتهم في الكاف الشريف وغيره من أن الذي يستهزئ ويشنع بحديث من أحاديث تفسير جابر فهو من السفلة فما بالكم بالذي حكم على جابر الجعفي بسوء العقيدة وفساد العقيدة وحكم على تفسيره كله وعلى كل كتبه من أنها موضوعة يعني ما فيها ولا حديث عن الأئمة هذا هو كلامه وذلك كل هذه الكتب وذلك موضوع وضوع والله أعلم فماذا تقولون عنه هل هو سافل فقط هذا سافل سافل وسافل 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 السفلة إذا كان الشيعي يستهزئ بحديث واحد الأئمة يصفونه بأنه من السفلة ويقولون لأصحابهم لا تحدث السفلة بحديث جابر ولو بحديث واحد فما بالكم بهذا الذي يذم جابران ويصفه بفساد العقيدة وينكر تفسيره وينكر الأحاديث التي رواها وذلك موضوع والله أعلم فهذا الذي يقوله النجاشي حتى إذا قال قائل بما أن الكتاب محرف فربما حرفوا هذا الكلام بخصوص الكتب فماذا بشأن جابر أيضا حرفوا الكلام إذن لم يبقوا شيء في هذا الكتاب لم يحر فالنجاشي سافل بحسب قواعد التقييم عند العترة الطاهرة لا عند الرجاليين السفلة أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي السفلة من زمان الطوسي وإلى يومنا هذا من الطوسي إلى المرجع الأعلى لذا أصفهم بالسفلة لماذا لأنهم يبنون دينهم في التفسير والعقائد والفتاوى والأحكام في تقييم الروايات والأحاديث على أقوال هذا السافل والذي يبني دينه على أقوال أسفل السفلة النجاشي سيكونون أكثر سفالة من هذا تقييم الأئمة لهم فهذه أطروحة الدكتوراء وقبسات من علم الرجال هي جزء من هذه المسبلة فرجال النجاشي الذي هو الفهرست فهرست النجاشي هذا أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي هذا الكتاب الأول سيد الكتب الرجالية عند مراجع حوزة الطوسي وأنتم أمام أعينكم وأمام أعينهم إنهم يتابعون البرنامج هذا الذي ذكرته حقائق لا يستطيعون أن يرد حرفا واحدا منه بالله عليكم هذا كتاب يجوز شرعا أن ندمر أحاديث أهل البيت به يجوز شرعا أن نعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي في الرسائل العملية مستنبطة وفقا للمعلومات الموجودة في هذا الكتاب فهذه عملية إفتاء من غير علم من أفتاء بغير علم ما هو بعلم علم الرجال بحسب آيات القرآن إنه جهل وجهالة وقد بينت ذلك لكم وحتى إذا أردت أن أغض الطرف عن هذه الحقائق ما ذكرته عن رجال النجهشي هو عبارة عن مزبل فكيف يكون أساسا للإفتاء الرسائل العملية التي تعملون بها يا أيها الشيعة وحق الزهراء البتول مستنبطة على أساس معلومات هذا الكتاب فهذا إفتاء من غير علم من أفتاء بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم هذا إفتاء من غير علم هذه الرسائل العملية هي الرسائل الجهنمية القذرة لأنها إفتاء من غير علم والأنكى والأنكى أن السيستانية يقدم رجال ابن الغضائر الذي لا وجود له على هذه المزبلة فيأتينا بمزبلة أكثر من هذه المزبلة وقد قرأت الكلام عليكم قرأت رأيه رأي السيستاني من كتبه في الحلقات المتقدمة هذا هو دينكم وهؤلاء هم المراجع الذين تقلدونهم الآن والذين ستقلدونهم في الأيام القادمة لم ينتهي الكلام وقت الحلقة صار طويلا الحديث المهم لم نصل إليه لحد الآن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر